ايكو نيوز وتفوق سنها تسعين سنة مع تعدي جلها عمر مئة سنة عيلي وتنعلي التأثير متع تغيرات اللامناخية وتراجع التي تساقطت بفعل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة رقم آخر نحكي وعليلي هو احداش نلف وسبعمائة وخمسة وتسعين المحد الوطني للتراث يعلن عن مجموعة متألفة من احداش نلف وسبعمائة وخمسة وتسعين قطعة أثارية قرطاجية منها 3640 قطعة ذهبية ستستعيدها تونس من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا جيف في بلاغ صادر عن المعحد الوطني للتراث ويقول البلاغ أن التنسيق يجري حاليا لإنهاء هذا المشروع بين المعحد وجامعة أمريكية وينص على توقيع اتفاقية لإعادة القطاع الأثرية القرطاجية التي تم شحنها إلى الولايات المتحدة في الثمانينات في إطار البعاثات الأثرية الدولية لحماية الموقع الأثري بقرطاج نزلنا مع تونس نحكيه على الشركات اللاهلية وإن كان قانون اللامالية لسنة الحالية تضمن مواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية من خلال الترفيع في الاعتمادات المخصصة لخط تمويل بـ 20 مليون دينار إضافية مع التمديد في فترة الانتفاع بالخط إلى موفى ديسمبر 2025 في النسخة الخاصة بمشروع قانون المالية لـ 2025 تم إقرار مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق أحداثها ودفع التنمية والتشغيل وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدر 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية يبلغ إجمالي الاعتمادات 40 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في تصريح حديث لكتيبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيبالة تقول فيه أن عدد الشركات الأهلية لدخل تحييز النشاط هي 12 شركة من بين 100 شركة محدثة إلى العالم ونحكيه على مصر ونأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق عن عدم المساس وثبات استقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمساعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف الواحد ونختم مع لبنان ونحكيه على تقرير سادر في شهر سبتمبر الماضي واللي يأكد أن عدد من الخبراء الاقتصاديين يعتقدوا بأن الصراع المتصاعد بين الكائن المحتل وحزب الله قد يؤدي إلى إنكماش اقتصادي في لبنان يتراوح بين 10 و 25% خلال العام هذية مع تدمير قطاعات حيوية من الزراعة إلى السياحة وتضرر البنية التحتية لاحيوية كما سيؤدي السراع إلى خفض عيدة السياحة إلى النصف وقطع روابتها الجوية الحيوية